سلام عليكم البنات و مرحبا بكم معي في فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم و ان شاء الله سوف نشارك معاكم ماذا قدرت باش نأمن واحد نسبة ديال الغداء في هاد الفترة هذي الحارجة خديت شوية ديال الخضراء اللي متوفرة في السوق كجلبانا او لوبيا او خيزو سلقتهم واحد عشرة دقيق و جبت قرائي بحال هادو وحطيتهم في هاد القرائي بالمال اللي مسلوقين فيه و نخلي واحد شوية ديال يعني واحد المساحة فين فين ندير الزيت فين زيت الزيت واحد المساحة خاوية ما بين العلاقة ديال القراء والقراء جديد قرائي بالملح و معلقة ديال الخل باش نحفظ هاد المواد هادو باش يعني باش نحفظ هاد الخضراء هادو باش ما تخسرش يعني معلقة ديال الملحه و معلقة ديال الخل ناس لي ما عندهم مشكل مع الملحه ما يستعملوش الملحه غاي كفي معلقة ديال الخل و و زيت كما قدت لكم من الفوق و من بعدكن سدي القراءة بالبلاستيك لأن القرعه لا تستطيع القرعه من الأحسن أن تستطيع القرعه أو بلاستيك أو بلاستيك أو بلاستيك الغذائي أو ورق الطبخ وكنت أكد بأن القرعه لا يخرج منها من بعد المرأة ومن بعد المرأة وعلت الخضار من الأخرين ويتم تطعون الخضار وكان نقوم بتطعون خضار أو نطبخونه في الكوكوس لكي نعقموهم لا يوجد شيء يتمكن على القرعه نصف تقريبا واضح نقطع الخضار على الشكل أو على الشكل اللي يجب وكنت نقوم بتطعون بلاستيك 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 و نضعهم بها الطريقة لكي لا يعمروا الفريغو لكي لا يجي الفريغو عامر و كما قلت لكم قسمة الخضراء على النص يعني النص سيكون في الفريغو و النص سوف نحفظه في القراعي هذه المهم هي الأفكار أننا نأمنوا الغذاء ديالنا في هذه الفترة سوف نخطفوا كل شيء من السوق يعني ممكن لنا نخضو الخضراء و نصيبو المعلبات و هكا خاليا من الموض الحافظة نخضو كذلك حتى شوية ديال الحامض لأنه مهم في هذه الفترة يكون عندنا متوفر واحد نسبة تبقى في تلاجها عادي واحد نسبة نديروها في الفريغو واحد نسبة نديروها كمخلل نصيرو الحامض حتى هو باش يكون لنا على يدنا و اصلا هات شيرها استعمال يومي او تحضيرات عادية و ممكن حتى كدلك تكون تحضيرات لرمضان هانت وما البنت هناك عقمت الخضر يعني عقمت هذوك القراعي اللي قدرت فيهم الخضراء و كل مرة إلاج بنا الخضراء نقسموها على نصف يعني نصف نستهلكوه و نصف نحطوه نحفظوه يعني نحفظوه نديروه في القراعي نديروه في الفريغو كل مرة شوية باش لا قدر الله تكون عندنا واحد النسبة ديين اللي ما اونا غدائية متوفرة سواء لا في حالة غلات ولا في حالة مكينش و كنت منو يا ربي ما نوصلوش لهذا الحالات و اخديت كذلك يا البنات كفكرة جبتوا 1 جوش كيلو ديين اللحم باش نصيب به القديد و اننا لم انا اكلوش القديد و انما ما عرفناش شو نجيب الوقت و لهذا الاحتياط واجب سوف ناخد هذا القديد كيفما كان نصيبه عادة يعني إذا تمكسكين شبير لخرقهم تحميره و كذلك الزعتر هالتخلطه على الزعتر هي فيها كل شي فيها الزعتر فيها الأزير و ورق سيدنموسى المهم تخلطه منخلطه العشب و الملحة لا تنسوا الملحة ووفروها في الدار نضيف زيت البلدية و شوية الماء لنخلط المكونات لكي نصيب القديم ونخلطه جيدا حتى يدخلوا فيه كل مواد كي يدخلوا الملحة ويدخلوا التوابل ونجعله غير عندي في الكوزينة نشره جيدا في الكوزينة ونجعله نشف و كما قلت لكم هاد الخضر اللي غادي نحفظه البنات مستعملوهاش حاليا يعني كتبقى الواحد المدة يعني من هنه عشرين يوم من هنه شهر عدنا نستعملوها و كحتيات كما قلت لكم في حالة جاب الله كينشي مشكل في تأمين الغيداء كي تكون يوفرتي واحد شوية في الدار و الى ما كانش لاجاب الله الحمد لله ان شاء الله يزع من الامور تسر و يتهز هاد الواباء علينا يا رب العالمين نستعملو هاد الشي في رمضان رمضان حتى هو وراه جاي كنديرولي التحضيرات ديال وتهوا كيني كيوجد ليه الخضر المصبرة كيني كيوجد لي الخضر المخلالة كيني كيوجد ليه شحان من حاجة رـنان اشتركات وليوبpoolها ترجمة نانسي قنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائما فرقوا السقن على الأوراق الأوراق بوحدهم والسقن بوحدهم لأن الأوراق مجهدين والسقن عادي يعني مهم مجهدين بدقة الدرجة دي الأوراق وكذلك أنتم ما شفتو هاي الحمل اللي وجدتو هاي الخضراء والمهم لواحد يدير الأحطيات مزيان كفكرة يعني بالخدمة ديال إيدي ماشي ديال المعلبات ماشي ديال المصاني عمتها حاجة يعني خدمة درتيها بيدي كنتية وكنتمنى نكون فتكم ما تنسوا جد دخلوا القناة وتديروا سبسكرايب أبوني اشترك وتبركوا على الجرس الفقاني وتخليوا لايك باش يبدي يوصلكم الجديد وكنتمنى أنني نكون فتكم ومرحبا بيكم في قناة flavor and test